فنجد أن لم يتم كما أسلفت يا أخي العزيز أنه لم تقوم الأوقاف ببناء وحدات سكنية أو مستشفيات أو مدارس بل أن كثير من المدارس الإسلامية التي يجب أن تقوم بها هذان الوقفان هي الآن ربما متوقفة وتردنا كثير من الشكاوي من مدراء المدارس الإسلامية بعدم وجود تمويل حقيقي لتلك المدارس وأن هناك فساد كبير ومحابات وهناك منفع شخصية وحزبية لإدارة الأموال في المحافظات كافة يعني غريب غريب هذه الترليونات من الدنانير أين تذهب يا سيد أحمد كم حجم الأموال التي تأتي عن طريق التبرعات أنت قلت هناك تبرعات تأتي من الخارج أيضا لهذين الوقفين لبعض دور العبادة كم حجم تقديري يعني تقديرا كم حجم هذه الأموال نتحدث عن التي تأتي من الخارج وبعد ذلك نتحدث التي تأتي من الداخل يعني كما تعلم يا أخي العزيز أن الأموال التي تستحصل للأوقاف والأموال الموقوفة للأوقاف السنية والشيعية هي ليست من داخل العراق نعم ربما معظمها من داخل العراق ولكن هناك من خارج العراق يعني على سبيل الذكر هناك أموال تجبى إلى مقام الشيخ عبدالقادر القيلاني من أسطنبول وباكستان وكابول وهذه الأموال حقيقة نحن لا نستطيع أن نراقبها لأنه كما تعلم يا أخي العزيز أن الدواوين وبموجب الدستور ربطت بمجلس الوزراء فإذا أتينا إلى مجلس الوزراء الذي ربما أكثر من وزاره هي الآن تدار بالوكالة بالتأكيد لا يمكن أن تدار الهيئات المرتبطة بهذا المجلس وبالتالي فهي تعمل لوحدها وبمعزل عن مجلس الوزراء وأيضا هناك دور ضعيف في الرقابة لمجلس النواب على اعتبار أن الجميع مشترك في الحكومة ولا توجد هناك معارضة حقيقية وبالتالي فإن الأموال لا يمكن أن نحددها ولكن ربما ديوان الرقابة المالية يستطيع ذلك إلا من خلال تشكيل لجان خاصة لجرد أموال التي تستحصل إلى الوقفين السن والشيعي طب أنتم في لجنة النزاهة البرلمانية لم تفكروا بتشكيل مثل هكذا لجان تساعد به ربما ديوان الرقابة أو على الأقل معلومات لديكم أنتم تحصلون عليها لم تشكلوا لجنة لم تتابعوا هذا الأمر مع الوقفين الشيعي والسني نعم يعني يا أخي العزيز نحن قبل أكثر من حوالي من شهر ونصف فاتحنا ديوان الرقابة المالية بأن هناك إشكاليات في التصرف بالأموال ووجهنا كتابا إلى ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة المالية قام بإرسال إلينا ببعض الملاحظات والمؤشرات على مثل هذه الأمور ومن ضمنها الشراء واستملاك الأراضي للوقفين وتحديدنا السني وحقيقة نحن خلال الفترة المنصرمة تم الإشارة إلى تشكيل لجنة هذه اللجنة سوف تعنى بموضوع الوقفين السني ويجب أن تقدم النتائج خلال فترة لا تتجاوز الشهر وبالتالي فنحن ذهبنا بهذا الاتجاه ولكن نحن نحتاج إلى دعم جماهيري ودعم شعبي ونحتاج إلى دعم إعلامي من أجل أن نظهر الحقائق إلى أهلنا في العراق ومن أجل أيضا كشف الفاسدين في الوقفين الشيعي والسني كما تعلم يا أخي العزيز أن الوظيفة العامة لا يمكن توريثها واليوم نجد أن كثير من المسؤولين في الوقفين الشيعي والسني هم يعودون إلى أقرباء رؤساء الدواوين في تلك الأوقاف وهذا الأمر هو مخالف للقانون والدستور أضف إلى ذلك أنه مخالف إلى الشرع لأن لا يمكن أن تكون الوظيفة العامة وأن تكون الخدمة هي محتكرة لجيها معينة يعني الوقفين الشيعي والسني أصبحا شركات قطاع خاص عائلية على الأساس هذا باعتبار لا توجد هناك رقابة وهناك عمك وخالك هو الذي يتعين في هذين الوقفين الشيعي والسني سيد أحمد لا بالتأكيد يعني ابنك وأخوك يعني اليوم واضح جدا من هو الذي يدير الأمور في الوقف السني ومن هو الذي يدير الأمور في الوقف الشيعي وهذا الأمر واضح للجميع وأنا حقيقة أستقرب من صمت مجلس الوزراء الذي هو يفترض أن يكون رقيب على الدواوين ورقيب على هذه وعلى أموال المسلمين ولا يمكن لأموال المسلمين أن يتصرف بها ثل من الفاسدين بطريقة لا تنم عن أخلاق ولا تنم عن ذوق عام اليوم الكل يعلم أن كثير من الفقراء والمحتاجين وربما حتى أن دور العبادة من مساجد وحسينيات تحتاج إلى دعم كبير ولكن نحن نستقرب من هذا الصمت ويعني حقيقة يجب أن تكون هناك وقفة شعبية وبرلمانية تجاه كل الفساد في الدولة وتهديدا في الوقفين الشيعي والسني طب لماذا لم تسائل الحكومة عنها بين الوقفين باعتبار أنهما يتبعان مجلس الوزراء مرتبطان بمجلس الوزراء لماذا لم تسائل الحكومة عن ذلك؟ يعني كل هذه الأموال الكبيرة تذهب ولا أحد يعلم أين تذهب يعني كما تعلم يا أخي الفاضل أن الدور الرقابي للجنة النزاهة هو دور رقابي يختص بمراقبة وابداء المشورة والنصح إلى السلطة التنفيذية وربما في بعض الأحيان تحريك الملفات عبر هيئة النزاهة ونحن في موضوع الرقابة ناقشنا موضوع المفتشين العامين الذين حقيقة هي المشكلة الكبرى اليوم المفتشين العامين الذين يعملون في مختلف الوزارات تم تعيينهم من قبل الحاكم الأمريكي برايمر وهم لا يزالون يعملون بهذا القانون ونحن عندما أردنا أن نشرع قانونا يضمن تعامل المفتشين وآلية ترشيحهم واختيارهم وعملهم وأداءهم ودرجاتهم الوظيفية وصلاحياتهم فوجئنا بعدم تمرير هذا القانون وإبقاء المفتشين واليوم الكل يعلم أن استبدال المفتشين وتغييرهم ومنح الصلاحيات بالتفتيش والرقابة هي من جانب الحكومة وليس من جانب مجلس النواب وليس للجنة النزاهة دور في ذلك نحن كتبنا على أكثر من مفتش عام لمسنا بأنه لديه ثراء فاحش ولديه أسهم ولكن للأسف الشديد لم يستبدل لحد الآن وكثير من المفتشين هم يعملون مع كثير من الوزراء وكثير من رؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة بشكل واضح في ملفات كثيرة من الفساد وهذا الأمر واضح جداً ولكن نحن لا نستطيع أن نعالجه في لجنة النزاهة ولكن ربما نحتاج إلى جهد كبير برلماني وإن الدورة الانتخابية قد شارفت على الانتهاء ولكن هذا لا يعني أن نقوم بواجباً تقول كثير من المفتشين يرتبطون بوكلة وزراء ويحصلون من أعطنا أمثلة على ذلك يعني لا بد أن تأتي لحظة وتتكشف كل الأمور ويظهر الحق ويظهر المفسد أمام الناس يعني يا أخي العزيز المفتشين الذين يعملون في الوزارات وحتى في الوقفين حقيقة يعني هناك مشاكل كثيرة مؤشرة عليهم نحن في لجنة النزاهة وعلى سبيل المثال طالبنا باستبدال كثير من المفتشين ولكن هذا الأمر لم يكن له دور ولم يكن له إذن صاقي لدى الحكومة وكانت هناك لجنة مجتمعة من هيئة النزاهة وديمان الرقابة المالية وممثل من لجنة النزاهة في آلية منضبطة لاختيار واستبدال المفتشين ولكن كما تعلم أن مجلس الوزراء وتحديدا الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المسؤولة عن استبدال المفتشين ونجد أن الوزراء هم الذين يختارون بعض المفتشين يعني كثير من الوزراء ومن الكتل هي التي تختار مفتشيهم حتى لا يكون هناك تقاطع في عملهم وبالتالي فهو على حساب المال العام وعلى حساب عدم كشف الملفات في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها الوقفين الشيعي والسني طب سيد أحمد تقول أن المفتشين العامين في الوقفين الشيعي والسني لا دور لهما ولا يقومان بواجبهم أو ربما يقومان بواجبهم ولكن أنتم لا تعلمون بهذا الأمر ألم تخاطبوا هيئة النزاهة أنتم لجت النزاهة البرلمانية ألم تخاطبوا هيئة النزاهة ألم تخاطبوا دائرة المفتش العام في هذا الأمر يعني بالتأكيد نحن لا نكتفي بمخاطبة المفتش العام في الوزارة أو في الجهة غير المرتبطة بوزارة وإنما لدينا آليات كثيرة نحن نقوم باستضافة واستجواب كثير من المسؤولين في لجنتنا ونحاول أن نقوم الدور الحكومي بشكل صحيح وبالتالي فإننا نخاطب هيئة النزاهة ونحن خاطبنا هيئة النزاهة بكتب كثيرة لملفات كثيرة في الوزارات ولكن نحن في ديوان الوقف السني والشيعي أنا شخصياً وكون نائب رئيس لجت النزاهة وبإسم لجت النزاهة خاطبوا ديوان الرقابة المالية لوجود مخالفات حول التصرف بأموال الوقفين الشيعي والسني وهذا الموضوع هو جاري التحقيق فيه ولكن كما تعلم أن كثير من الملفات ربما تحتاج إلى وقت لأن تستكمل كيف هي هذه المخالفات سيد أحمد؟ تتحدث عن مخالفات متخبئة في الأيام القليلة المقبلة سيكون لنا موقف تجاه هذا الموضوع تتحدث عن مخالفات في إدارة العقارات الأوقاف كيف هي هذه المخالفات؟ يعني كيف تجري هذه المخالفات؟ يعني كما تعلم يا أخي العزيز أن الدولة خصصت أموال إلى الوقفين وهذه الأموال هي ليست بالضرورة للميزانية التشقينية وإنما للميزانية الاستثمارية وتستطيع هذه الأوقاف أن تقوم بشراء أراضي وعقارات تكون عائداتها وأموالها إلى الوقفين وبالتالي فإن الوقفين قاموا بشراء أراضي هذه الأراضي هي ربما أسعارها الحقيقية قاموا بشراءها بخمسة أضعاف أسعارها الحقيقية في السوق وهذا دليل واضح على فساد كبير وهذا الموضوع الذي لم نجد لديه إجابة منذ أكثر من شهر رغم كتاباتنا وتأكيداتنا ولكننا نحن لن نترك هذا الموضوع وسوف يكون لنا رأي في الجلسة المقبلة في لجنة النزاهة لأننا استنفذنا الوقت وخاطبنا كثير من الجهات لات العلاقة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية عن الأموال التي سحبت وتم التصرف بها في الوقفين الشيعي والسني ماذا عن العقارات التي منحت إلى الوقفين الشيعي والسني حسب تقرير ديوان الرقابة المالية تقرير سابق لديوان الرقابة المالية يقول أن الحكومة منحت عقارات بأسعار رمزية يعني الوقفين الشيعي والسني يحتاجان إلى عقارات بأسعار رمزية ما هي الملايين تدخل لهم من الناس ومن الحكومة يأخذون مننا ومننا كأنه سيطر من الجهة ومدومنا من الرأس يعني هي لا بأس أن تقوم الحكومة ببيع أموال إلى الوقفين ولكن يجب أن تدار وأن تستثمر أموال هذه العقارات بشكل صحيح لماذا تبيع الدولة عقارات بأسعار رمزية حسب ديون الرقابة المالية سيد أحمد سيد أحمد أسعار بخصة وهذا الأمر أيضا فيه فساد كبير يعني هذه نعم أنا أتحدث عن عقارات تباع إلى الوقفين بأسعار رمزية لماذا يعني الوقفان الشيع والسني فقراء ما عدهم أموال يدفعون للدولة للمال العام للخزينة حق العقار